أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلم تكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِقَانَةً من دونكم من دونكم لا يانونكم خبالا ودوا ما علبتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلِي كُولَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضعكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم